اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السنة والجماعة في الرجاء والخوف تمن قديني أهل السنة والجماعة أبقود داي إنه رجاء تسفن والخوف فرحا كميو الجواب اختلف العلماء رحيمهم الله هل يقدم الإنسان الرجاء أم يقدم الخوف على أقوال والدساب نرب سبحانه وتعالى عبادة خقبر كله بزيادة أبتسفاد يخزن بالدلوس ولا أفرحي يزبل علماء بزوح كفلتات غير ملو ويدماني أب بزوح نقارات كفافل مؤلو فقال الإمام أحمد رحمه الله إمام أحمد بزعبازي ينبغي أن يكون خوفه ورجاءه واحد تسفام منبارون كم دماني فرحن حدا عينت معرك خون فلا يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء فرحي زيادة كعبل اليبل تسفاون زيادة كعبل اليبل قال رحمه الله بدحري أنت يبلو فأيهما غلب هلك صاحبه حانتي كاب حانتي انت داع عبل لأتي سب كتف إخيلي لأنه إن غلب إن غلب الرجاء وقع الإنسان في الأمن من مكر الله تعالى انت داع أبتسفاد رح انت داع زنبيلو حدا سب عبتي مكر نيرب سبحانه وتعالى كود إخيليو وإن غلب الخوف انت داع تفرحي دماني بزيادة دماني عبللو وقع في القنود من رحمة الله تعالى كابتي رحمة نيرب دماني تسفى كوغر سلزف وقال بعض العلماء كالوت علماء دماني رحمهم الله كمزيلوم ينبغي تغليب الرجاء عند فعل الطاعة تعاخ تقبر كاللخ سنة تقبر تقبر كاللخ رجاء تسفى زيادة كعبللالو وتغليب الخوف عند إرادة المعسية حدا نقر حم تقبر حم انت داع حاسيب كادماني تفرحي زيادة كعبللالو لأنه إذا فعل الطاعة فقد أتى بموجب حسن الذن انت داع سنة يقبر قيرو أم ودماني تتسفى زيادة انت داع خينو إذي تبغ ترتارينا برب سلزح الدرج لوم على تيو فين بغي أن يغلب الرجاء وهو القبول رب بللي زيب تسفى زيادة كعبللالو وإذا هم بالمعسية وقال الآخرون ينبغي للصحيح أن يغلب جانب الخوف انت داع بعلملوت عنا خينو زيادة أب فرح كعبللالو تكد داع وللمريد أن يغلب جانب الرجاء انت داع أب حمام اللو قينو دماني تسفى مقبار زيادة كعبللالو لأن الصحيح إذا غلب جانب الخوف تجنب المعسية أب تعنون أم مل كنت تزلون انت داع زيادة فرح انت داع زنبيلو إذ يكاب تي معسية وإذا بن خيقبر كغط يخ إليو والمريد إذا غلب جانب الرجاء لغي الله تعالى وهو يحسن الذن به انت داع أب حمام اللو دماني مت تركب وين أب تسفى انت داع زيادة زي زي بل انت داع خوينو تسفو زي عبل انت داع خوينو مس ربي بتصبو مت ارت عرب بتصبو زن سل زي را خبد اللو ازي التدب اللز يبلو والذي عندي في هذه المسألة انا بوقع نيد ماني زل نكون زل تنتاني ناتي يبلو شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه ان هذا يختلف باختلاف الاحوال مسكونتات نيد كسبات زفال لي اي وان اذا خاف اذا غلب جانب الخوف ان يقنط من رحمة الله تعالى وجب عليه ان يرد ويقابل ذلك بجانب الرجاء زيادة فرح زعب له وان مؤزد تسفى مقرأ زود قو تسفى زيادة رجاء نعو كب كب للو واذا خاف اذا غلب جانب الرجاء ان يأمن مكر الله فلي رد ويغلب جانب الخوف ان تسفى من بار راح دم تسفى زعب له ام دم يغلب جانب الخوف والانسان في الحقيقة طبيب نفسه بحق ان تسفى حاكم نفسه اذا كان قلبه حيا ان تسفى بحق هيا حاكم نفسه اما صاحب القلب الميت اللذي لا يعالج قلبه ولا ينظر احوال قلبه فهذا لا يهم هل امر لب زم ان تسفى ايك لنيو اينا مسينا اخي كن تعتون كفل ايك لنيو بمبال تحست دم دم ممالاتيو ونسأل الله عز وجل بمني وكرمه ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم